السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا احباء? اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم ومعكم احمد طالح. بيقاء على العجل وبسيط جدا. راح اقدم يعني متل بيقولوا تركايم او خدعة بسيطة. من خلال تعديل الاشكال ممكن انطلع هذا المخرج جميل اللي بيعبر لي عن ثاني الصفحات. او الصفحات المتنية وراء بعضها بعضها على هي الطبقات. ممكن اني تساهم معي في تعزيز ايصال بعض الافكار او اني ازين سلايدات او بعض الشرائح التعليمية بهذا النباط. وبكل احوال انت فيك تتعلم حتى من اللقاء اليوم كيفية التعديل حتى على الاشكال. قبل ما نبدأ بهذا اللقاء اطلب منكم لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات. وتساهم معي في ايصال اكبر قدر ممكن من المهتمين. ولو تكرمت واذا كنت ضيف جديد على قناتنا اضغط مفتاح الاشتراك نتشارف فيك. وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. يلا تدعو باشرة بلقاء ناري هذا اليوم. اهلا بكم احبائي مرة تاني. بعد ما قمنا بانشاء شريحة فارغة نتوجه الى قامة الادراج ومن الاشكال راح نختار المسلس. وليكن معي هذا المسلس. بنقر مع السحب لحتى ارسم مساحة منه. راح نختار استدارة او العكاس الفقي بهذا الشكل بالضبط. خلني احط الزاوية هون بهذا المكان. ومتوجه الى تنسيق ومن تحرير الشكل راح نفعل تحرير النقاط. راح اجي على هيد النقطة ونسحبها للاعلى شوي. وليكن عندي اياه بهذا المكان. تمام? ورح ناخد هيد النقطة وبعدلها وباسحبها لهون على هذا الشكل بالضبط. بحيس تكون ملاسقة تماما. مع حرف مع حد الشريحة السفلي بالضبط. خلني اعدل هيد النقطة لهون. بهذا الشكل. تمام. اصدقائي ونحن نفعلين على تحرير النقاط. النقطة اللي تدفعها معاي باللون الاسود شايفينها? الى مقابط. الى شو? الى مقابط او الى سواعد. هيد السواعد بتساعدني على جعل هذه القطع المستقيمة من هذا الطرف مائلة. بتساعدني على انشاء الانحناءات. وهي ده هي الفكرة فقط بهذا اللقاء. يعني انا بجيب بفعل هيد النقطة. يعني بنقر علي مرة واحدة. وبناخد هذا الذراع. وبنقر مع السحب للاعلى. لحتى اعمل هذا الانحناء. بكل بساطة. رح نجي ونحدى عن نقطة المقابلة. تطلع عندي كمان شو? المقابط. او بتطلع عندي السواعد. برجع بنقر على هذا الساعد. وبنسحبه على هذا المكان بالضبط. بهذا الشكل بكو يرسمت هذا الانحناء. تمام? فيني انا اعدله بكل بساطة. امت ما حبيت اني انا اعدل على هذا الانحناء. الان بعد ما انتهيت بننقر نقرة خارجية خارج الشكل لحتى نلغي تحرير النقاط. رح ارجع احدد علي مرة تانية. اطار الشكل رح اخذه عندي اياه بدون اطار. وبنقر باليمين. ونعمل شوية التنسيقات على الشكل. فمن تعبئة بختار تعبئة متدرجة. ورح نختار عندي نقطتين او تلاتة اهلها رح نشوف. تمام? الشي اللي بيكفينا بالضبط. تمام? طيب. رح اختار اول نقطة وليكن معاي. باللون الازرق الغامق. تمام? والنقطة اللي بعدها بتكون نفس اللون لكن اكشف منه شوي. هاي بختار الوان اضافية. ومنقلل الكسافة شوي. تمام? وهذا اللون رح نختاره ايضا نفس اللون الاخير. لكن فينا كمان نقلل الكسافة اللونية. من الزاوية من اختيار الزاوية رح انقر على الزاوية لحتى نعمل الالتفاف لالظل بحيس كنه من الناحية اليمينية. يكون عندي يمني الاسفل بالضبط. تمام? خلني عمل انعكاس. لي الزل. فينا انقرب شوي مشان يكون معانا غامق. الوضع ويبين معانا بالضبط. مسلا ولا يكون معاي بهذا الشكل. تمام? تمام. رح نوسع شوي. لهون على هذا الشكل. لحتى بهذا المكان يكون عندي اياه غامق. وتدرج عندي اياه واضح. وعندي هون اللمعان او الاضاءة وعندي هون الزل. خايدة منطقة الزل بالاسفل. رح وخلني هذا ارجعه شوي. لحتى احصل على هذا التدرج بالضبط. رح اخذ بين الشكل نسخة تانية بالضبط على مفتاحي كنترول زائد دي. تمام? ورح ابدأ بتغيير الالوان مباشرة. طيب. رح اطبق الشكلين فوق بعضهم البعض. وبنختار نقل الى الخلفية. مباشرة. ونحن محددين على الشكل اللونه احمر. يعني صار معنا بالخلفية. نختار تحرير النقاط. رح انقر هيدا النقطة واسحها بالاسفل. على هذا الشكل بالضبط. تمام? برجع بنكر مرة واحدة على هيدا النقطة. تطلع عندي المقابض. برجع باخد هذا الساعد. تمام? وبننزل كمان شوي. برجع باخد هذا الساعد. وبنقلل كمان شوي. لحتى نعمل انحناء بي الورقة معنا بهذا الشكل بالضبط. برجع بختار بنا كنترول زائد دي. يعني نسخة تانية. وابدأ بتغيير الالوان. نفس المبدأ بطبقه على الشكل الاحمر. بالضبط. تمام? وبناخد ارسال الى الخلفية او نقل الى الخلفية. وباشرة بنفعل تحرير النقاط. راح ارجع انقر واسحب على هاي النقطة من اللي هون. كمان? وبرجع بحدد النقطة التانية لموابيلة. وبنقر باسحب لحتى انا ارسم الانحناء او اني اعدي لرسم الانحناء. بالضبط. متل ما انا شايفين. يا اصدقائي. برجع بضغط على الشكل وبختار كنترول زائد دي. كمان. وبرجع بحدد اللون الاول وخلني اختار هذا اللون. والتاني بختار اللون اللي اكشف منه. والتالت اللون يلي اكشف كمان درجة. ليكون معاي هذا التدرج. بطبق الاشكال فوق بعض البعض. ونختار نقل الى الخلفية. وبنفعل تحرير الاشكال. راح انقر واسحب النقطة عندي اياه لهون. وبرجع بنقر على هاي دي النقطة. تمام? ومن غير في الالتفاف الموجود لعندي اياه لاخر. ورقة بالضبط. ولا يكون معاي مسلا بهذا الشكل. الان بس اللي انتهيت ارجع اتأكد بانه كل الاشكال عندي ايهم راح يكونوا. وين على نفس المركز بالضبط فقط اني انا اعدل بعض الشيء. يعني التقارب اللي ما صار معي. اني اتأكد فقط انه كل الاشكال صاروا معي على نفس الزاوية بالضبط. الان راح اقوم بتحديد كل هاي دي الاشكال مع بعض البعض. ومن تأثيرات بنختار الظل. ومنختار الظل الى اليسار. ولا يكون معي بهذا الشكل. راح نقص شوي من الشفافية. يعني انا راح اعطيه كسافة لونية اكتر. وممكن انه انا ازيد درجة او تنتين بالمسافة. واشتغل كمانا شوي عضوابية. لحتى احصل على هذا الظل بالضبط. ويكونوا معي رسماتي الان بهذا الشكل. الان برجع الى ادراج. ومن اشكال راح اخذ ايضا المسلس. وبنكر مع السحب لحتى ارسم مسلس. بنعمل انكاس افقي. وبنكر مع السحب. خلي يكون عندي اياه مشترك بالزاوية بالضبط. تمام يا اصدقائي? وبنكر مع السحب لحتى يكون معي بالمساحة الفارغة المتبقية بالضبط تماما. بختار الاطار الشكل بدون اطار. والتعبية بختارة يكون تعبية متدرجة. تكون معي مسلا باللون الازرق لابأس في الموضوع. تمام? ازا حبينا يكون عندي اياه باللون الازرق. لكن راح يكون عندي الانعكاس بالالوان. يعني اللون الغامق راح يكون عندي اياه من هون. تمام? لحتى يعطيني اشارة الظل فقط بهايدي المنطقة. حتى انا احصل علم اشارة الظل. تمام? متل ما انا شايفين بالضبط. تماما. هلا برجع بختار نقل الى الخلفية لحتى يكون خلف الاشكال كله ياته. بقي معنا موضوع الخلفية. فينا نعمل له اي تنسيق. تحب تضع صورة بالخلفية. بتحب اه تعمل اي لون خالص او تعبية متدرجة. الموضوع محتكم عندك. ما في عندك فيه اياه مش لاطلاقا خلنا نجرب مسلا هذا اللون. ويكون عندي مسلا اه خطي من الزاوية المقابيلة. بهاي الزاوية بالضبط. تمام? ونحزف هذا اللون. تمام? ليكون معاي بهذا الشكل بالضبط. الان راح نجيب اي نصوص عندي اياهم من اي شريحة كنت محضر هايدي النصوص. واضيف النصوص اللي عندي اياهم بهذا المكان بالضبط. الان راح توجه الى الادراج وبناخد بعض الايقونات. خلنا نختار ايقونات معينة واللي يكون عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. اضغط على مفتاح الادراج. راح نلونها باللون الابيض. هلأ بناخد عنوان. بناخد عنوان وبناخد فقرة. ونبدأ بنشر العنوين والفقرات. ضمن الاماكن اللي رسمتها او الخاصة فيها. الان راح ناخد النص ونعمل عملية تكرار. للنص مع العنوان طبعا. بنوزع. على هذا الشكل بالضبط. مع كنترول زائد دي. تمام? وكنترول زائد دي. تماما. لما راح نشغل شريحتنا راح تكون معنا بهيدة الجمالية. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فما تنسوني من الدعم تكرار ومن القاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة